أهلاً ومرحباً بك سيادة اللواء معنا نريد أن نبدأ من التطورات الميدانية وتعليق على آخر هذه التطورات وأين وصلنا في الحرب البرية سيدنا نحن في اليوم الثاني والسبعين من هذا الغزو حرب الإبادة الدموية الظالمة على أهلنا في غزة لغاية هذا اليوم تم ارتكاب ما يزيد عن 1700 مجزرة صباح هذا اليوم في الشمال لوحده أكثر من 60 شهيد يقوم هذا العدو بمحاولة استغلال ما تبقى له من وقت للانتقام من المدنيين واستهدافهم بشكل مباشر والاعتداء على الشيوخ والسيدات والأطفال والمرضى والجرحة تم إلقاء ما يزيد عن 30 ألف قذيفة جو أرض منها 40 ل 45 بالمئة من هذه القذائف غير موجهة نعم و 10 بالمئة منها تقريبا ما يزيد عن 3000 قذيفة هذه لم تنفجر وإن شاء الله سبحانه وتعالى إنها الآن موجود جزء منها في الورش لدى أبطال القسام يتم على الاستفادة منها ليتم إعادتها إلى تل أبيب وإلى غلاف المستوطنات نعم في المنطقة الشمالية في مخيم جباليا اشتباكات عنيفة جدا في منطقة الفالوجة ويحاول هذا العدو المعتدي أن يقوم بعمليات توغل إلا أنه يواجه ويجابه بمقاومة شديدة جدا من أبطال المقاومة قتال عنيف ومن المسافات القريبة ومن المسافات الصفرية كذلك منطقة الشجاعية عمليات عديدة قتال عنيف تزداد خسائره في تلك المنطقة هو صرح يعني اعترف أنه عشرين قتيل خلال الأسبوع الآخير فقط من العمليات التي جرت في منطقة الشجاعية في منطقة خان يونس يوم الأمس كان هناك ملحمة في مدينة خان يونس لديه فائض من القوة وعدد كبير من الوحدات الآلية والمدرعة يحاول التوغل من العديد من المناطق إلا أنه يجابه بقتال شرس من أبطال المقاومة باستخدام القتال من المناطق من المسافات القريبة قتال المجموعات الصغيرة استخدام الأسلحة المضادة للدبابات القيام بعمليات الكمائن عمليات الإغارة لاحظنا أنه في تحول نوعي في استخدام رجال المقاومة لأسلوب القتال لا يعني أن المدافع ضمن القتال في المناطق المبنية أن يبقى مدافع ويتبنى العقيدة القتالية الدفاعية إلا أنه يمكن أن يتم تبني العقيدة التعرضية خلال الدفاع وهذا ما قام به أبطال المقاومة بعمليات نوعية سواء كان في الشماء أو في جحر الديك أو في خان يونس وهذا يعكس لنا هذه القدرات القتالية لأبطال المقاومة سواء كانوا من كتاب القسام أو من سرايا القدس أو بقية الفصائل نعم إذن الأمور الميدانية بشكل عام تسير لصالح المقاومة الفلسطينية في حرب الميدان وحرب الشوارع التي تخوضها هي تسير لصالح أبطال القسام لكن حقيقة يعني الجانب المدني هناك معاناة شديدة جدا طيب أريد أن أسمع تعليقا منك سيادة اللواء على بيان صدر من موشي كبلينسكي وهو قائد لواء جولاني سابقا ونائب رئيس أركان جيش الاحتلال هذا الشخص تحدث قائلا إن لواء جولاني وهو اللواء الأشهر والأكثر قوة لدى الاحتلال فقد ربع قدراته خلال الحرب البرية ماذا يعني ذلك؟ هو ذكر أنه فقد ربع قدراته القتالية وذكر رقم 82 ما بين قتيل وجريح وباعتقادي أن هناك تضارب بين هاتين المعلومتين أولا قد يكون صادق في الجزية الأولى من كلامه أنه فقد الربع لكن 82 هو لا يمثل الربع حيث أن اللواء بالنسبة لللواء جولاني قد تكون تعداد بين 2200 إلى 2500 اسميات مقاتل ما بين ضابط وفرد باعتقادي أن هناك رقابة عسكرية وهو قائد عسكري أولا ونهاية ولا يريد أن يؤدي تصريحه إلى إلحاق الضرر بالمعنويات لكنه قد يكون ذكر المعلومة الصحيحة وهي أنهم قد يكونوا فقدوا ربع قدرات هذا اللواء علما بأن عندما نتحدث عن اللواء جولاني نحن نتحدث عن اللواء رقم واحد في الجيش الإسرائيلي إذا كان اللواء رقم واحد في الجيش الإسرائيلي يتعرض لمثل هكذا خسائر ويخسر قائد الكتيب 13 ويجرح قائد الكتيب 12 للمرة الأولى ويتم استبداله ويتم جرح قائد الكتيب 12 للمرة الثانية ويخسر هذه الأعداد في عمليات يتسلح أبطال القسام بأسلحة بسيطة جدا إلا أن لديهم تصميم على القتال هذا يدل على أن هذا الجيش هو مبني على عصابات وعندما نعود إلى تأسيس دولة إسرائيل حقيقة هذه الدولة أنشئت من عصابات الهجانة وبقية العصابات لذلك كيان الدولي أنشئ على مجموعة من العصابات لذلك لا يستطيع أن يفكروا كجيش احترافي لا يستطيع أن يكون جيش لديه قواعد اشتباك لكن أنا أريد أن أركز على هذه المعلومة لو سمحت لي سيادة اللواء يعني بعملية حسابية بسيطة ولشخص بسيط ليس لديه معلومات عسكرية كبيرة أنت تتحدث عن أن لواء جولاني فيه ما يزيد على 2200 من المقاتلين ماذا تعني كلمة فقد ربع قدراته هل فقدهم قتلوا في المعارك أم أصبحوا خارج هذه المعارك بشكل عندما نلاحظ مستوى العمليات وضراوة القتال وعداد الآليات التي يتم تدميرها كليا أو جزئيا ونجد بأن المعدل تقريبا يزيد عن 20 آلية يوميا القدرات القتالية هي ليست محصورة على العنصر البشري في الوحدات القوات المسلحة هي تتمثل ما بين الآليات والقدرات القتالية والجنود والضباط وأفراد لذلك باعتقادي هناك خسائر الخسائر هي ليست بالعشرات هي الخسائر بالمئات باعتقادي لا أستطيع أن أحدد رقم معين لكن عندما نتحدث عن عملية اعتراض هذه الآليات واستخدام الأسلحة المختلفة من المسافات القريبة ومن المسافات الصفرية عندما تكون هناك دبابة فيها ثلاثة أو أربعة أفراد ويتم استهدافها من مسافة 500 متر ويتم تحقيق إصابة فهذا يعني بأنه تم قتل هؤلاء الجنود عندما يتم استهداف قوة تفتش أحد المنازل كما جرى يوم الأمس بيتلاهي بقذيفة تاندم ومن ثم يتم استهداف قوة الإنقاذ بعبوة تلفزيونية هذا يدل على أنه تم قتلهم عندما يتم استهداف القوة في جحر الديك ويتم قتل كامل الجنود العملية التي كانت أمس في خان يونس سبع جنود تم استهدافهم بعبوتين ناسفتين راديتين ثم جاءت قوة لإنقاذهم وتفجير العبوة الثالثة نحن بنحك عن عداد كبيرة جدا يتم قتلهم يوميا وعندما نقول من المسافة الصفرية يتم الإجهاز عليهم من المسافة الصفرية هذا يعني أنه من نسبة العاصف والتفجير بتكون إعداد القتل كبيرة ومن يجرح كذلك أصبح معاقا يعني إذا ما كان معاق يعني بتكون جراحه ثخينة وبيكون في حالة يرثلها طيب الفشل لدى الاحتلال لغاية الآن في بث فيديو يوثق العمليات الميدانية شاهدنا جيش الاحتلال يقاتل حائط في مدرسة شاهدنا جيش الاحتلال يقاتل الأشباح في شوارع فارغة بالأمس قاموا ببث فيديو جديد لجيش الاحتلال يحارب فوهة نفق أو فتحة في الأرض دائما نشاهد النيران تطلق من جانب واحد لا نشاهد النيران مضادة ما تعريفك لهذا الفشل؟ يا سيدي الفشل هو ليس فقط في العمليات القتالية يعني إذا منرجع لبداية العمليات كان هناك فشل استخباري ليس على مستوى هؤلاء الضباط والأفراد قطعان هذه العصابات التي تقاتل في غزة إنما كان الفشل في القيادة السياسية والقيادة العسكرية كان هناك فشل في المنظومة الاستخبارية فشل في قدراتهم التدريبية فشل في كفاءتهم القتالية لكن عندما أأخذ بعين الاعتبار مجال الحرب النفسي والمجال الإعلامي كان هناك فشل ذريع لهذه القوات هو حاول أن يواكب مقدار التقدم والكفاءة التي ظهرت من أبطال القسام في إذاعة هذه اللقطات التي تثبت بأن هناك جانبين في عملية الصراع رجال القسام يتم تصويرهم ويتم تصوير الطرف الآخر ويتم تصوير الاستهداف ويتم تصوير الإصابات المباشرة ولاحظنا في العديد من اللقطات أنه هي مقنعة حاول أن يقوم بمواكبة ذلك لأنه يتعرض كذلك لضغط من المجتمع الإسرائيلي يحاول أن يظهر بأي صورة من صور النجاح أمام جيشه أمام عصاباته وأمام المجتمع الإسرائيلي لذلك حاول أن يظهر حتى في الناحية الإعلامية أنا أؤكد لك أنه فشل في هذه الناحية وهي غير مقنعة حقيقة أنا رأيت بعض من اللقطات الجندي يطلق النار على أحد الجدران أو يطلق النار على حفرة وهو مرتبك ويداه ترتجفان الذي كان يمسك القنبل اليدوي بيده كذلك كان يظهر عليه الهلع والخوف والفزع حتى في عمليات تصوير الأفلام هم مرعوبين فما بالك في العمليات القتالية الحقيقية يهربون في العمليات القتالية الحقيقية وهذا ما أعترف به بعض من ضباط ومن جنود الاحتلال وربما هذا ما أثبتته عملية استهداف ثلاثة من الأسرى دون التحقق من هوياتهم الكثير من المعلقين على موقع X من المعلقين الإسرائيليين تحدثوا عن أن الجنود كانوا خائفين من أي شخص يقترب من مدرعاتهم فقاموا بقتل هؤلاء سيدي هم يقولون عن عملية قتل الأسرى بأن رئيس الأركان يتحمل المسئولية والجيش يتحمل المسئولية وبأنها كانت مأساة وأنا أقول أنها ليست فقط مأساة إنه عار وإنها عمل بشع وإنها جريمة في أي جيش في العالم إذا رفع الشخص الراية البيضاء يجب أن يتم احترام هذه الراية ويجب أن يحترم القانون الدولي الإنساني هؤلاء عبارة عن ذكرنا مجموعة من العصابات حتى في العملية السابقة عندما حاولوا أن يقوموا بفك مجموعة من الأسر قاموا باستخدام أحد عربات الإسعاف لذلك كموا دائما يحاولوا أن يكونوا يعني يراوغوا ويكذبوا وهم ليسوا صادقين في روايتهم يحاولوا أن يقوموا بهذه الأعمال ليظهروا كما ذكرت أي صورة من صور النجاح لكنهم دائما الفشل حليفهم بعونه الحروب لها قوانين والعسكرية دائما لها عقيدة أنت قلت سيادة اللواء إن الجيش الإسرائيلي هو مجموعة من العصابات وربما القارئ لتاريخ تشكيل هذا الجيش فعلا هي كانت عصابات الهاجنا وبعد ذلك الإيرغون وأصبحت بعد ذلك جيشا نظاميا كما يدعون إلى أي درجة ترى أن مثل هذا الجيش قادر على إقناع أفراده بالقيام بعمليات ربما تكون محفوفة بالمخاطر كالعملية البرية في غزة هو الآن بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي يجب أن نأخذ بالإعتبار أنهم كلهم جيش هذه النقطة الأولى الشيء الثاني طبيعة التهديد بالنسبة لهم ينظروا أنهم مهددين من جميع الأطراف لذلك عندهم دائما روح انتقامية وكلما وقع بهم خسائر يقومون بإجراء مثل هكذا عمليات انتقامية ضد المدنيين هذا الجيش هو جيش مهزوم من الداخل يعتمد على الآل الحربية وعلى التكنولوجيا وعلى التقنية يجب أن نأخذ بالإعتبار أنه الآن يعتمد على أعداد من المرتزقة الذين يتم إدخالهم ضمن الجيش الإسرائيلي في العمليات القتالية ويكونوا في المقدمة مقابل مبالغ مالية وذكرنا سابقا أنها قد تصل إلى معدل ثلاث ألاف وتسعمائة يورو كأجرى للجند هذا الذي يقاتل ويفضل إسبوعيا ويفضل أن لا يكون يحمل الجنسية الإسرائيلية حتى إن قتل يعني ما في حد يطالب فيه لذلك يعني هي كما ذكرنا هي حرب من مجموعة من العصابات يقوم بروح انتقامية بجريم منظمة عندما يتحدثون يوم أمس ويقولون أنه لا يجوز أن يتم إطلاق النار على من يرفع الرأي البيضاء ويقومون بقتل ما يزيد عن تسعة عشر ألف شهيد وإصابة ما يزيد عن واحد وخمسين ألف جريح بدم بارد وأكد لك بأن من قتل هؤلاء الجنود وهم يتكلمون العبرية ويرفعون الرأي البيضاء ويظهر من ملامحهم أنهم ليسوا عرب اثنين منهم مش عرب واحد عربي واثنين منهم مش عرب هذا من الداخل لو لا أنه خايف ومفزوع ومهزوز وغير قادر على اتخاذ القرار ومرعوب ويعتقد أنه قد تكون هذه عملية مفبركة من قبل أبطال المقاومة باعتقادي أنه لماذا قاموا بإذاعة هذا الفيديو قد يكون اعتقدوا أنه تم تصويره من أبطال المقاومة وبأن هذه القصة إن لم يظهروا بها على وسائل الإعلام أو أن يمكن أن يكون قد تم مشاهدته من أطراف أخرى لذلك كانوا ملزمين بأن يظهروا هذا الفيديو وهذا أدانهم أكثر وأكثر من يقول أنه لا يجوز أن تستهدف من يرفع الرأي البيضاء ويقوم باستخدام الجرافات لدهز جرحة أمام المستشفيات اليوم في مستشفى كمال العدوان قاموا بقصف المستشفى بنيران الدبابات وبالمدفعية وهناك كان مؤتمر صحفي هم لا يبالون برأي عام ولا يبالون بحقوق إنسان قتل مسؤول أممي أيضا في هذا الموقع أنا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا سيادة اللواء الركن المتقاعد محمد علي أصمادي شكرا جزيلا على هذه المعلومات